ترأس سعدة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة وفدى مملكة البحرين المشارك في معرض سوق السفر العالمي والذي تجري فعالياته في العاصمة البريطانية لندن حيث تروج هيئة البحرين لسياحة والمعارض آخر تطورات قطاع السياحة والضيافة وأحدث البرامج والمشاريع والفعاليات النوعية بمملكة البحرين ويشارك في نسخة هذا العام من المعرض خمسة عشرة مؤسسة سياحية منها الفنادق وشركات السفر والسياحة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة في جناح مملكة البحرين للالتقاء بالمؤسسات السياحية من مختلف دول العالم لمناقشة وبحث صفقات تجارية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطنية ويعد معرض سوق السفر العالمي في لندن واحدا من أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في صناعة السياحة العالمية حيث يشارك فيه أكثر من خمسين ألف عارض من جميع أنحاء العالم كما يعد أحد أهم المعارض العالمية للترويج للخدمات والوجهات السياحية حول العالم ويحتفل المعرض هذا العام بعامه الخامس والثلاثين